عندما تجمعت الشياطين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعلوا به؟ إن إبليس وجنوده من الشياطين يسعون للفساد في الأرض وأكثرهم فساداً يصبح أقربهم إليه منزل إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أي جنوده للفتنة فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ويجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه يمدحه فيقول نعم أنت قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وتسأل عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم والشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم فإذا غفل الشخص عن ذكر الله تعالى استحوذ الشيطان على قلبه وشرع في الوسوسة ليضله عن طريق الحق وفي حديث صحيح جاء جاءت الشياطين إلى رسول الله من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أي يحرق بها رسول الله قال فرعب قال جعفر أحسابه قال جعل يتأخر قال وجاء جبريل فقال يا محمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فطفئت نار الشيطان وهزمهم الله عز وجل والمسلم يؤمن بأن الجن طوائف مثل الإنس تماما فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الصالحون ومنهم المفسدون ومنهم الشياطين ومنهم العفاريت قال تعالى وإن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب والكافرون من الجن يوسوسون إلى الإنسان ويزينون له المعاصي ويشككون المسلم في الله عز وجل قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته على المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يحاول الشيطان دائما إيقاع المسلم في أكبر جريمة قد يرتكبها الإنسان في حق الله وهي الشرك به سبحانه وتعالى فإن لم يستطع أن يقعه في الشرك أو قعه في كبائر الظنوب والبدع وإن لم يستطع حاول أن يقعه في صغائر الظنوب فهو لا يمل أبدا من إضلال الإنسان قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون يجب أن تكون من حق الله وعن الصلاة يمكن أن تكون من حق الله وكبالهم